صباح الخير والفل والورد واليسمين عليكم النهار ده طلب معي حاجة حلوة حالة الشعرية البردة تعالوا نشوف بتتعمل الزي جميلة وطعمها خطير ولا اكنت جايبها من عند الحلواني عندي شعرية باكلتاني ايه الشعرية الباكلتاني دي شعرية بتكون رفيعة كده خاليه رؤياء جدا غير شعرية الرول لو ما لقتيهاش عند عند البقال او العطار او كده ممكن تجيبي كنيفة وتنشفيها في الفريزر وتبدأي تفروميها في الكبه وتحمصيها على النار بصه انا هكثرها كده بايدي او تضربيها في الكبه حد ما تفرفتها خالص هي رؤياء جدا واحمصها شوية على النار هجيب بقه بولا ما تتحكوش على البولا اللي عندي هي دي اللي هتأدي الغرض دلوقتي علبة كده كريم جانتي انتي عندك بتعملي كيس اللي هو الباودر هتعملي لكن انا عشان عندي بالعلب كده جاهز علبة هنضف لها باكو كريم كراميل على الكريم جانتي يبقى باكو كريم كراميل على علبة الكريم جانتي او كيس الكريم جانتي البودرة اللي انتي بتعملي نص كباية لبن ربع كباية زبادي ربع كباية يعني ثلاثة اربع معالق كبار كده عندي لبن مكسف انا جايباي جاهز انتي في البيت لو مش عندك جاهز بيتعمل سهل جدا بنص كباية لبن بودرة ونص كباية سكر ونص كباية مية سخنة اضربي في الخلاط حلو سبيهم يبردوا اعملتي احلى لبن مكسف تعملي بالحلويات انا حطيت علبة لبن مكسف على كل ده هنضرب بقى بالمضرب حلو قوي لحد ما القوام ده ده كل الخليط ده يدخن كده يتقل يختلط ويعمل قوام معي نضرب ضربة كده كويسة نفضل ما نتعبش يعني ما نيقس بصوا بقى شكله عامل كده وهي الشعرية خلاص اتحمصت نجيب بقى عندي بسكوت مملح وشوية لبن حلو على ملح ازاي يعني هتدوق دوق الطعم هتشوفه نبدأ نبل البسكوت كده في اللبن ونرسه في الصنية نعمل طبقة كده من البسكوت طبعا الحتة اللي بتبقى في الجوانب ده ممكن تقسمي البسكوتة اتنين بصوا البسكوتة كده قسمتها عشان ايه امل الصنية كلها وابدأ اسد الفراغات برضو احط طبقة البسكوت وانزل بقى بالطبقة اللي انا عامليها باللبن المكسف والكريم جونتي والكريم كرامل احط طبقة كده واسويها بصوا طعمها مش قادر اقول لكم مش قادر اقول لكم طعمها عامل ازاي وارش رشة شعرية وبعدين احط طبقة بسكوت تانية ابلها برضو كده في اللبن وابدأ ارث البسكوت وحط طبقة تانية افضل اعمل كده طبقات وبين كل طبقة وطبقة رشة شعرية يبقى اخر طبقة عندي اللي هي الشعرية حندخلها بقى بصوا ده شكلها كده وحندخلها التلاجة تجمد ساعة بالزبط وطلعتك ليها بألف هنة اشتركوا في القناة